أهلا وسهلا فيكم ببدويترايدز اليوم لدينا شو كتير حلو بدنا نحكي فيه عن أهم حدثين يلي قريباً لحيصيره بعالم الكريبتو يلي هو تطوير الإثيريوم وتطوير الكاردانو بدنا نحكي عن عملي استفادت كتير من تطوير الإثيريوم لسبب معين ولح نحكي عن هالسبب بدنا نحكي عن محللين وين برأيهم السوق واصل ولأي أسباب وعندنا كمان خمس عملات معقول تعملكم مليونيرية بالمستقبل شو هنه احضروا الفيديو للآخر متل معوادكن أنا يومياً بنقلكم آخر أخبار لكريبتو بليز لايك ونسبسكراب للشانل وخلينا نبلش البيتكوين بعدها بالمجال زيته 19 ألف إلى 3 أيام عم تهبط شي بسيط بس بعدها بالمجال زيته إن شاء الله ما نكسر هبوطاً لأنه هالشيه لحيكون لح نرجع نعمل تست للأرقام الواطئة مجدداً بس بشكل عام السوق بعده ثابت في أهم حدثين لحيصيره هو تطوير الإثيريوم إلينا فترة عم نحكي عنا وشو لازم نعمل بس محلل بالسي أم بي سي براين كالي بيحذر إنه تطوير الإثيريوم اللي جايه هو خطر أكتر من ما العالم بتوقع شو الأسباب اللي اعتمد عليها حكي على الإثيريوم والبيتكوين حكي بطريقة إيجابية بالأول بس بعدين حكي كم شغلة إنه الإثيريوم إذا نعمل فورك يعني انقسام بالشبكة ويلي هو متوقع عيصير وين الابليكيشنز لحيروحوا هالشي لحيعمل انقسام بالمجتمع بس أكتريات التطبيقات المهمة قالت إنه هي لح تتبع وبتتبع فيتاليك من هالناحية أنا بغلطه بالرأي بس الشغل الثاني كمان قال إنه الإثيريوم بركيصار في مشاكل وهذا كله معقول ومتوقع وحكيتكم بهالموضوع نحنا دايما أنا قلت لكم كان بعده بالألف دولار وأقل وثمانمائة دولار قلت لكم تعملوا هذا مثل بالإنجليز بيقوله بتشتروا الإشاعة إنه شو بده يصير وقت يصير الخبر بتبيعه بتعمله أرباح وهذا أهم استراتيجية بعالم الكيبتو دايما بتصير العالم بتشتريه وقت تطلع الخبرية بيالسار وبعدين بيبال شو يبيعه أنا متوقع هبوط للإثيريوم بعد التطوير على فترة أو ثبوت معين وكلنا بنعرف إنه الإثيريوم ما لاح يسرع ضغري ما لاح يخفف تكلفة المعاملات ضغري بس لح يقل الإشوينز تابعه العملات اللي لح تدخل على سوق لح تقل سو هالأمور لازم نرقبها ولازم نعرفها كاردانو طلع سعره بشكل جنوني بعد ما طلع خبر الفاسل هارفوك عينه تاريخي اللي هو 22 شهر كل يوم إذا ملاحظين كل يوم من وقته عم يعلى سعر كنا 42 سنس كل يوم عم يصعد 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 وصلنا لمركز مؤاومي كتير قوي اللي هو تقريباً لـ 50 سنس إذا كسرنا سعوداً المركز الثاني بين الـ 52 والـ 54 سنس لابدنا نشوف وين بده يوصل كل من نقرب على تاريخ التطوير غير هيك في عملة قبت 40% بأيام لاحظين الديل كمية وهي ERGO طلعت فجاءتني ERGO هي شبكة عم تشغل على الـ Proof of Work شو السبب بوقت عملت اطلاط عليها وعملت دراستة إلا أو عملت ريسورتش عنها بيّنت انه كتير من المعدنين تبع الـ Ethereum معقول ينقلو كانوا كتير على المفاكرين اللي حينقلو على الـ ETH Classic لا لاحينقلو ليعملوا تعدين لـ ERGO أو ERG هالشي قدّى لصعود خيالي للـ ERG وهالشي لازم نرقبه أنا ما بنصحكم هلّا تفوتوا فيه أكيد عملي إيب بسعره كميات هائلة أكيد ما رح أنصحكم تفوتوا هلّا بس إذا عملت بول باك لمجالات هون مثلا أنا برأيي لح توصل ترجع لهالمجالات هيدا يمكن مركز من هم لتشوفوه بس كل شيء وتكون صاعد بهال بحال علو أنا ما بنصح حدا يفوت فيه لأنه كل شيء بيطلع بشكل صاروخي بيرجع بينزل شوفي غير معلومات في أحد المحللين اللي قاله هو اللي قال اسمه الكابا هو اللي قاله أنه الهبوعة حكي عن هبوط البيتكوين والإيثيريوم والكل من فترة وذا كان بعدها بالخمسين ستين ألف قال عم يحكي عن الهبوط عم يحكي عن الهبوط يلي هو صابه هلّا بلّش يقول أنه العكس معقول يطلع عم بيقول هو أنه البيتكوين والإيثيريوم والكاردانو يمكن يعملوا تصحيح صعودة قبل ما يرجعوا ينزلوا يعني متوقع هو تصحيح مثلا للبيتكوين لحد ديت 22 ألف تقريبا 23 ألف قبل ما تكفي هبوط والإيثيريوم تيصل للألف وثمانمية قبل ما يرجع يهبوط نزول هاته توقعت الكابا يعني على المدى الأصير في بوليش سنتيمنت أنه السوق رح يصعد شو رح يصير ما في حدا يقلكون أنا عم نقلكون شو تحليلات الكابو شخص تاني قال أنه العملات البديلة الثانية غير البيتكوين معقول تنزل لحديد 80% في ظل زيادة الفوائد اللي عم تضل يعملها الفيدرالي مين اللي حكي هاي Coin Bureau أحد أكبر القنوات بالعالم عنده تقريبا 2 مليون هو اسمه بعتقد بريطانيا عنده 2 مليون متابع عم بيقلهم أنه معقول العملات كتير تهبط لازم نراقبه ولكن بيقول الكريبتو لاح يرجع الكريبتو ما لاح يروح محل وراجع ولاح يكون أقوى من مكان هيدا كلنا بنعرف عم يجرب يساعد كل المنصات اللي عم تأفلس قبل ما تأفلس عم يجرب يساعدهم عنده من أهم المنصات يلي هي بما أنه قال هيك شو هني خمس عملات معقول تعملكون مليونيرية هيدا ما قال كتب كتبته جيسيكا دوسن عم تحكي على وقت 3-4 سنين هل يوصل 100% لح تصير مليونيرية على هل أسباب ما بعرف أنا ما فيني أكلكم أو إن كلكم بس علي نقلكم الأخبار شو هني هالخمس عملات اللي لح يعملوكم مليونيرية في منهم أنا بوفق فيهم وأنا بالآخر لحقلكم عاية بوفق وعاية ما بوفق أول عملة حكيت عنها هي FTX هي عملة سام هو المؤسس تبع منصة FTX عنده علاقات كتير منيحة مع البنوكة والدولة الأمريكية من يومين كان بالبيت الأبيض عم يحكي مع بايدن بخصوص الأقوانين اللي جاي على الكريبتو ليش اختاروا هايدي العملة اختارتها العملة لأنه إذا كان التاريخ حيالة شيء مثل تاريخ الباينانس كيف وين بلشت وين صارت بظرف شيء على المدى المنظور أنا بس أكيد بعترف أنه FTX عنده صعود كبير بالبول ماركت اللي جاي وبأكد أنه لحي تعمل نتائج كبيرة شو العمل الثاني العمل الثاني هي بوكا دوت اللي نقطة شو بتستند بتستند إذا مش أحد مشاكل البلوكتشين أنه في كتير منهم ما بيحكوا مع بعض البوكا بوكا دوت عندها مبدأ شيء اسمه interoperability بتخلي كذا شبكة وكذا منصة يقدروا يشتغلوا مع بعض يعني هي بتحل المشكلة بالبلوكتشين وعم يشتغلوا عليها البوكا دوت مدعومة من كتير VCs VCs يعني virtual capitalists يعني رأس مالية كبيرة وشركات كبيرة وعم يشتغلوا بشكل كتير على تطوير التطبيقات اللي عليها أول بارتشين طلعت كانت بآخر البولدران الماضي بلشت تطلع كان البوكا دوت جاهزة لتنفجر وبلش البير ماركت ونزلت كتير لها السبب هي متوقعين البول ماركت جديد يكون كتير قوي للبوكا دوت العملة الثالثة هي بالميتا او دي سنترلاند بالسنترلاند احد اهم الميتا انا انا شخصيا بفضل ساند بس انا بحمل اثنين ساند بوكس سنترلاند من افضل الميتا بروژيكت هي من اول المانا وعنده طاقة كتير قوية عم جيب استثمارات كتير قوية بيكومي هي متل كأن صراحة انا ما كنت عارفة كتير لبيكومي عملت دراسة سريعة عنها هي شكل مثل اثيريوم توكم لايحسن اثيريوم يعني بتقول كأنه للايير تول للايثيريوم صراحة انا ما بعتقد انه بيكومي لحتعمل نتائج كتير كبيرة لانه بعتقد الماتيك واربتروم وفي كتير شبكات تانية تعمل نفس الشي وافضل وهن موقعهم هلأ والتبني تبعهم والشراكات اللي عم يعملوها خاصة الماتيك ما في حدا اللي حيقط عليها من ناحية للايير توز للايثيريوم سو انا بدل بيكومي انا شخصيا بحط كنت ماتيك بس اكيد هي عندها رأي يمكن هي مستثمر بالعملة ترافالا ترافالا اللي ما بيعرف هايدي مؤسسة باستراليا بالبلد اللي انا عيش فيه صراحة ترافالا هي متل كأنه يلي ما بيعرف يعني كيف تكون تقول air bnb يعني فيكن تحجز اوتلات ومطاعم خلالها بس بطريقة لا مركزية وفيكن تستعملوا الكريبتو تبعكم للا فيكن تستعملوا حال الكريبتو يعني الا تطبيقات حاليا عم تشتغل وفيها فيها عازة حاليا يعني العالم عم استعمال اكيد عند طاقة اذا العالم بلشت ينتقل على اشياء الليو علاقة بالكريبتو وبال المركزية اكيد عند طاقة كبيرة انها تكبر هول خمس عملات اللي هي هيدا الشخص اللي عمل هيدا المقال حكي عنهم هلا انا اكيد في منهم بوافقهم في منهم ما بوافق رائع عليهم اكيد مثلا بيكومي ما بوافق الرائع بوكادوت اكيد عندها مستقبل اف تي اكس عندها مستقبل ترافالا حتى دي سنترل عندها مستقبل ترافالا عندها مستقبل بس انا برأيي في عملات كانوا افضل من ترافالا تستعملن وتحطن بهالم مقال بس هي ما قالت هولي افضل عملات هني قالت خمس عملات معقول يعملوكم مليونرية ان شاء الله انبسطتوا بهذا الفيديو اذا انبسطتوا اعملوا لايك اعملوا سبسكراب للشانل واللحقوني على تويتر وتليغراف وانا بشوفكم قريبا بفيديو جديد وماركت ابدات جديد thank you